آخر سؤال نختم به عشان الوقت ثلاث من كنا فيه كنا عليه المقر والبغي والنكث ده حديث صحيح أم ضعيف ومعنىه إيه أما الحديث بهذا اللفظ فهو حديث ضعيف أورده الشيخ الألباني في سلسات ده حديث الضعيفة ولفظه كما أورد ثلاث من كنا فيه فهي راجعة على صاحبها البغي والمقر والنكث ثم قرأ ولا يحيق المقر السيء إلا بأهله وقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه لأن ربك لبالمرصاد ولأن الله جل جلاله ليس بغافل عما يعمل الظالمون من عباده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الحديث ضعيف نعم لكن المعنى صحيح لدلالة هذه الآيات القرآنية على مضمونه وشرحه متضمن في هذه الآيات كما هو ظاهر